اشتركوا في القناة احنا استعرضها مع بعض ان شاء الله في حلقة النهاردة اولا كده لو فاكر ان حدة المعارك انخفضت في الكاميوم اللي فاته بعد قصف كيف فانت لازم تراجع حسابتك علشان ببساطة اوكرانيا نجحت في استعادة السيطرة على خمس مجمعات سكنية في اقليم خيرسون في الجنوب ايوة يا محترم هو اقليم خيرسون اللي اعلم بوتين الاحكام العرفية فيه بعد ما ضمه لوسيا بس خلينا نكون امناء فناء للخبر ونقول ان تطبيق الاحكام العرفية بدأ من يوم 20 اكتوبر الجاري في خيرسون والاقاليم الثلاثة التانيين اللي سيطرت عليهم روسيا وده معناه ان ايام 18 و19 اكتوبر ادرت فيهم اوكرانيا تسيطر على النقاط المذكورة سابقا في خيرسون طيب ايه هي المجمعات اللي سيطرت عليها اوكرانيا تحديدا بحسب بيانات قيادة العمليات الجنوبية الاوكرانية سيطرت كييف على خمس مجمعات في منطقة بيرسلاف اعتبارا من بداية المعارك من يوم 11 اكتوبر والحد يوم 19 اكتوبر ده وفقا لما ذكره فلاديسلاف نازاروف المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية الاوكرانية على الجهة التانية بقى اكد مسؤول في بيرسلاف موالي لموسكو ان الجيش الروسي سيقاتل حتى الموت في خيرسون وعلشان تعرف ماذا الضغط العسكري اللي بيتمارسه اوكرانيا على الجيش الروسي في خيرسون احب اقولك ان سلطات الاقليم اعلنت ان عمليات اجلاء المدنيين بدأت في المنطقة في مواجهة تقدم القوات الاوكرانية وفي نفس السياق وتأكيدا للخبر قال القائم باعمال حاكم منطقة خيرسون فيلاديمير سالدو مباشرة على قناة روسيا 24 التلفزيونية اعتبارا من اليوم اصدد 19 اكتوبر تنتقل كل هيئات السلطة الموجودة في المدينة والادارتان المدنية والعسكرية وكل الوزارات نحو الضفة اليسرى من نهر دينيبر الذي يحد خيرسون وطبعا كان لازم البيان ده ينتهي باعلان عسكري وبالفعل اعلن قائد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة قال جنرال سيرشي سورفكين ان خسائر الجيش الاوكراني تتروح بين 600 ل1000 قتيل وجريح يوميا طبعا الارقام دي على عهدة الجيش الروسي زي ما ارقام الجيش الاوكراني على عهدته احنا هنا مش بنتبنى اي ارقام بتاعت اي جهة احنا هنا على الحياة تماما وبنقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف طيب على ذكر الارقام اللي بينشرها الجيش الاوكراني بخصوص الخسائر الروسية هل في جديد يسكر؟ الحقيقة ايوة في جديد لان قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الاوكراني اعلنت صباح يوم الجمعة ان القوات المسلحة الاوكرانية اتمكنت خلال ال24 ساعة اللي فاتوا من قتل 28 جندي روسي وتدمير مدفعين روسيين من طرازها وتزرزات الدفعة ونقطة مرعبة ومستودعين للزخيرة في الاتجاه الجنوبي يعني في اقليم خيرسون وتأكيدا للكلام ده نشرت وكالة انباء يورين فورم الى اوكرانية رسمية بيان صادر عن قيادة الجيش الاوكراني نصه كما يلي القوات الروسية هجمت مواقع اوكرانية في مقاطعة بيرسلاف ثلاث مرات بطائرات عسكرية ومروحيات هجومية لكنها تعرضت لاطلاق نار كثيف من جانب قواتنا مما اجبرتها على التراجع وفي المقابل خلال يوم القتال الاخير استخدمت قوات الدفاع الاوكرانية الطيران سبع مرات حيث اصابت مواقع الدفاع الجوي لروس ومجموعات المعدات ومستودعات الزخيرة ده يعني الجيش الروسي نفذ هجمات ولم يعلن عنها وهنا لازم نسأل حتى لو الهجوم الروسي تم صده من طرف الجيش الاوكراني فكان لازم يتم نشر التفاصيل من الجانب الروسي لكن ان قيادة الجيش الاوكراني هي اللي تنشر معلومات المعاري دي يبقى الموضوع مش محتاج زكاء ان روسيا فعلا اتكبتت خسائر خلال المواجهات دي لو رجعنا البيانة الجيش الاوكراني حلقيهم بيتكلموا عن الموضوع ده تحديدا ان وحدات السواريخ والمدفعية الاوكرانية نفذت ما يقارب من 110 مهمات اطلاق نار وشملت الخسائر لدى صفوف الروس مقتل 28 جنديا وتدمير مدفعين ذاتي الدفع من طراز مستأس ومدفع هون وعربة قتال مشاه ودبابة واحدة علاوة على ذلك لحقت اضغار بمركبتي قتال مشاه ومركبات اخرى كما تم تدمير مركز مراقبة بالقرب من مدينة بروزونسكي الجنوبية وتفجير مستودعين للزخيرة برضو نحب نأكد اننا مش هنعتمد ارقام الجيش الاوكراني احنا بس بننقن الارقام اللي بينشرها الجيشين ودورنا بقى اننا نحلل الارقام دي ونحسابها بالمنطق ونشوف الحصيلة الاجمالية في الخسائر منطقية هنا ولا هنا ولا لا والحد دلوقتي بيانات الجيش الاوكراني مترتبة ومنظمة اكتر من بيانات الجيش الروسي الضبابية اصلي مفيش حاجة اسمها بنقتل الف جندي اوكراني كل يوم على كده يعني مية يوم حتقتل مية الف جندي اوكراني يعني انت حرفيا حتبيد نص الجيش الاوكراني كله في ثلاث شهور بس مش كده ولا انا غلطان طيب ما انت بقى لك 8 شهور كاملة بتحارب الجيش الاوكراني يعني 240 يوم كاملين المفروض تكون مساحة الجيش الاوكراني من على الخريطة طبعا ده كلام مش منطقي بصراحة وعلشان كده بقول بيانات الجيش الاوكراني منظمة ودقيقة ومنطقية اكتر بكتير من بيانات الجيش الروسي لحد دلوقتي ياريت تقولولي في التعليقات من فضلكم هل فعلا مصدق ان الجيش الروسي بيقتل الف جندي اوكراني في اليوم زي ما قال الجنرال سيرجي زوفيكين والذي مبالغات غير منطقية وايه توقعاتك لنتائج هجوم اوكراني على خرصون اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته